وكده قدام الصحفيين علشان يقول انا اه باعتزر وغلطت ومش هعمل كده تاني طب ليه المواقع كثيرة بتاني اه تاني كردي اه ما انت حررتك وقلت جملة مهمة في اه في السيق كده اه ان البعض التابعة المواقع التابعة اه صحيح اه حررتك وقلت جملة مهمة جدا ودي حقيقة لكن اه ده ده بالزبط اللي حصل داخل اتحاد القراءة داخل اجتماع مجلس الادار كرم كردي لم يعتزر فكرة ان انا بعدها يعني هو حاول بالنقطة دي انه يهددهم بالزبط هو يعني بتتكلموا علي طب ده فيه بند في لجنة الاخلاق بيقول كذا وفي نفس الوقت هانا بريده لم ينفي وجود البند وانت بتكلم على عضو المكتب التنفيذي للاتحاد دولي الكرة القدم وبالتالي ده اللي بيدور في الغرف المغلقة داخل اتحاد القراء طيب نقفل دي ونروح لنقطة تانية بس هنبتدي نفتح تليفونات مع جمهورنا العظيم نحن عارف جمهورنا المحترم يتفرجوا علينا عايزين يعرفوا الصفقات عايزين يعرفوا الاهل عايز مين الزمالك عايز مين الاسماعيلي المصري حسام يهاب جلال كل ده الانجليس كل ده هنتكلم عليه بس عايزين نقفل هل مصر ليها دور كبير في سقوط عيسى حياته ونجاح أحمد أحمد ليها دور وليها دور بارز ما حدش يقدر ينكر دور لعبته مصري لكن في نفس الوقت الدور الأكبر لإنفانتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرات القدم اللي قضى بيقضي على كل رجال جوزيب بلاتر المرشح السابق والمنافس أو اللي كان موجود كرئيس الاتحاد دولي لكرات القدم السابق بيقضي على كل رجال يعني هو اللي وجه أفريقيا بلاتر طبعا خلي بالك يعني إذا كان مصر ليها دور لكن في نفس الوقت فيه أنت بتتعامل مع رؤساء الاتحادات الإفريقية الأخرى بمصر مصالحهم الخاصة وإذا ما كانش يتلقوا توجيهات أو يتلقوا وعود من المسؤول عن المنظومة الأساسية والرئيسية اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكرات القدم ما حدش هيجي يقف معاك أو دورك دوت مش هيظهر الدور اللي عبته مصري دوت ما كانش هيظهر وبالتالي زي بالظبط كده وقت هفكرك برحيل حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق عن رئاسة لجنة الأندية لو لم تتلقى أو لم يتلقى بعض رؤساء الأندية قبل اجتماع لجنة الأندية تعليمات من وقتها طهر أبو زيد طهر أبو زيد وزير الرياضة السابق واتفاقات والوزير المسؤول هو اللي كان